قال الناطق باسم الرئيسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حول سيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطع غزة تحدي للشرعية الدولية وأكد أبو ردينة أهمية وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وتكسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية